سجلت جائحة كورونا في الأردن اليوم الحصيلة الأكبر منذ تراجع المنحن الوبائي عن مستوياته القياسية السابقة الإجاز الحكومي أوضح تسجيل 26 وفاتاً وأربعة آلاف وخمسمائة وأربع وتسعين إصابة تركزت في محافظة العاصمة بواقع ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشرة إصابة وبنسبة تزيد عن ثلثي الإصابات اليومية ومع إجراء ثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وستين فحصاً مخبرياً ارتفعت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى نحو أربعة عشر في المائة وفي مؤشرات أخرى وصلت نسبة إشغال أسرة العزل إلى ثمانية وعشرين في المائة وأسرة العناية الحسيثة إلى اثنين وثلاثين في المائة كما وصلت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى ثمانية عشر في المائة ولقراءة دلالات هذه الأرقام ينضم إلينا مباشرة عبر خدمة سكايب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري أهلا بك دكتور فراس تجاوزنا اليوم حاجز الأربعة آلاف مرة أخرى ماذا تقرأ في هذه الأرقام؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين اسمحي لي في البداية أن أتوجه حقيقة بالتحية لجميع العاملين في القطاع الصحي ونحن على أبواب مرور عام من ظهور هذا المرض في الأردن وقد فقدنا خلال هذا العام العديد منهم من الأعزاء ويبدو أننا اليوم ندخل في مرحلة جديدة من ارتفاع من الإصابات وهم لم يأخذوا بعد القصد الكافي من الغاحة نرى زيادة واضحة جدا في المنحنيات الوبائية ما هو مقلق الآن ليس فقط العاصمة وإنما ننظر اليوم إلى محافظات جديدة مثل محافظة العقبة ومهدبة والمفرق وجميعها اليوم تجاوزت حاجز المئة والمئة والخمسين حالة وهذه أرقام لم نشهدها منذ فترة في هذه المحافظات كلها تجعلني اليوم أتوجه حقيقة برجاء إلى جميع المواطنين الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام حتى نستطيع أن نسيطر على هذه الجائحة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم يضعنا في موقع جيد إذا ما قمنا بالالتزام بأقصى طاقتنا حتى ندع مجالا للكوادر الصحية أن تقوم بواجبها عدد الحالات في المستشفيات ارتفع من ثلاثمائة وخمسين حالة تقريبا قبل شهر إلى أكثر من ألف وخمسمائة حال اليوم علينا أن نتذكر أننا نتعامل مع مرض تتراكم في الإصابات فاليوم لا سبيل إلا أن نحاول وقدر الإمكان أن نلتزم بما تعلمنا في هذه الجائحة نعم دكتور فراث يعني بصراحة إلى أين نتجه يعني إلى متى يستمر صعود المنحنة خاصة أننا اليوم عدنا للحديث عن أربعة آلاف كما علمتنا هذه الجائحة عندما يحدث تزايد في المنحنة الوبائي ومن ثم يتم اتخاذ قرارات للتأثير على هذا المنحنة في كلتا الحالتين نحتاج على الأقل إلى أسبوعين حتى نرى تأثير إما هذه الإجراءات أو أيضا ما حدث من تزايد في المنحنة الوبائي في الموجة السابقة دعيني أذكر الجميع بدأت في بداية شهر ثمانية اشتدت هذه الموجة بدأنا نتخذ الإجراءات المشددة في عشرين عشر تقريبا في الأسبوع الثالث من شهر 11 وبعد منتصف شهر 11 بدأنا نلمس الانكسار في المنحنة الوبائي اليوم أنا أكثر تفاؤلا حقيقة بسبب أن إجراءاتنا اليوم جاءت أسرع وهناك تشديد كبير وخاصة على المنشآت أنا أعتقد هذه ستلعب دورا كبيرا في كسر الزيادة في المنحنة الوبائي نتمنى من الجميع الالتزام القرار بيتنا نحن من نستطيع أن نتحكم بهذا المنحنة الوبائي ولكن نحتاج على الأقل أسبوعين قبل أن نقدر كيفية الاتجاه الذي سيأخذه نعم دكتور تحدثت عن القرارات التي اتخذت وأريد أن أتوقف عند قرار حظر الجمعة حصيلة اليوم تأتي بعد يومين من حظر يوم الجمعة وما شهدته المملكة من حركة نشطة مساء الخميس وحتى مساء أمس السبت كيف انعكس ذلك على حصيلة اليوم برأيك؟ لن يعكس هذا على حصيلة اليوم كما قلنا دائما أي تقييم لأي إجراء سواء كان إجراء تداخلي أو عملية مخالفة في الحالات الوبائية تحتاج على الأقل إلى سبعة أيام أو أربعة عشر يوما فبالتالي ما حدث الخميس أو ما حدث السبت لن نراه اليوم بل سنراه لاحقا إلا إذا استطعنا أن نتحكم في ممارساتنا خلال الأيام القادمة أنا لازلت متفائل إن شاء الله أن نستطيع أن نسيطر وأن نكون في وضع أفضل من السابق دائما الكرة في ملعبنا كمواطنين اليوم خاصة في ظل الشح الكبير في المطاعم التي أبدت فعالية في البلدان الأخرى وننتظر إن شاء الله قدومها بفارغ الصبر نعم دكتور قلت قبل قليل أن العاصمة عمان ليست مقلقة لكن محافظة العاصمة تسجل معدل ثابت تقريبا في الأيام الماضية نتحدث عن سلسي الإصابات يعني بصراحة ما هي المواقع التي تتركز فيها بؤر الإصابات حاليا في عمان؟ كما كنا نسمع عن التحليلات أنها كانت كلها أو جلها في عمان الغربية اليوم أنا أعتقد الإجراءات التي تم اتخاذها ستكون كفيلة بالحد من هذه الإصابات لكن اليوم دائما العين على المحافظات الأخرى لأننا لا نريد أن يصل هذا الفيروس إليها وتشتد فيها الحالات وبالتالي ترفعنا من حيث الإصابات بشكل أعلى فما يحدث اليوم من إصابات في عمان إذا ما نظرنا إلى بشكل متتابع وتقييم الأيام اللي مضت نجد أنه لا يزال ضمن التذبذب الطبيعي لهذه الحالات التي بالتأكيد زادت ولكنها لم تتوالى في الزيادة لكن ما يقلقنا اليوم حقيقة هو المحافظات وأتوجه برجاء إلى الجميع إلى جميع سكان محافظاتنا في كل الأردن الالتزام حتى لا تسداد الحالات عندهم وبالتالي تصل أعدادنا بشكل عام إلى مستويات أعلى نعم اتضحت الصورة دكتور سؤالي الأخير إلى جانب الإصابات ما هي المؤشرات الخاصة بنسبة الوفيات والإدخال إلى المستشفيات تحدثت عن كنا في السابق 350 حالة في المستشفيات اليوم نتحدث عن أكثر من 1500 حالة أكيد زيادة في الإصابات التي دخلت إلى المستشفيات ونتوقع ازديادا في الوفيات لأن الوفيات غالبا ما تكون متأخرة عن الازدياد في الإصابات بحوالي أسبوعين فبالتالي من المتوقع أن يزداد نسب الوفيات خلال الأسابيع القادمة الله يحمي الجميع ونتمنى من الجميع الالتزام نعم رئيس المركز الوطني المكافحة الأوبياء والأمراض السارية دكتور فراس الهواري كنت معنا عبر خدمة سكايب شكرا جزيلا لك